تظاهر مئات العراقيين أمام السفارة السويدية منددين بحرق سياسي سويدي متطرف لنسخة من المصحف الشريف ومطالبين بطرد سفير السويد من العراق واستنكر المتظاهرون صمت العالم الغربي زاء الإساءات المتكررة التي تصدر من سياسيين سويديين ضد مشاعر المسلمين حول العالم من خلال الإساءة للقرآن الكريم أولاً أو الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم مطالبين الدول العالم الغربي بالتوقف عن اعتماد معايير مزدوجة في تقييم حرية التعبير